طيب الآن كونه يمكن في جزيرة العرب من أن يقيم ما يسمى بالقداس يحضره فوق مئة ألف الواقع ما ألاسف وهذا ما نستطيع إثباته بكثير من البينات والقرائن والشواهد أن المقصودة هو تبديل هذا الدين نعم فهذا الدين ليس مثل الديانات السابقة ليس مثل اليهودية والنصرانية التي بدلت وغيرت وحرفت هذا الدين محفوظ من عند الله أنزله الله وتولى حظه بنفسه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ نعم وضعفة العقول من أبناء المسلمين من الطغاة المسدين يظنون أنهم إذا مكنوا للباب من إقامة القداس في جزيرة العرب ودعوه وبنوا له بيتا إبراهيميا أن هذا سيغير الإسلام كما غيرت اليهودية والنصرانية لكن هذه الخطة فاشلة قبل أن تقع الله ولا يمكن أن يتبدل هذا الدين بل سينزل المسيح ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزيرة ويسقط جزية ويحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل بوته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه تابع لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَجِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَيَتْلُوهُ أَنْ يَتْبَعُهُ وَيَتْبِعُ مِلَّتَهُ شَاهِدٌ وهو المبشر به وهو المسيح مريم منه أي من أتباعه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة من قبل ذلك الشاهد وهو عيسى كتاب موسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها وتبعون وكذلك تبشيره به في سورة الصف ومبشر برسول يتيم بعد اسمه أحمد وقد تعهد الله أن يعلم عيسى الكتابة والسنة ويعلمه الكتابة والحكمة قال ويعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل وهذا دليل صريح على أن المقصود بالكتاب غير التوراة والإنجيل لأن العطف يقتضي المغايرة فهو سيعلمه في المستقبل القرآن والسنة وهي الحكمة فيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمحابات البابة أو غيره من طواغية الكفر ومحاولة التقرب إليهم وفتح الأبواب والنوافذ أمامهم وفتح وسائل الإعلام ويقصد بذلك أن يكون لدى المسلم العادي والعام والمرأة والطفل أن هذا أمر عادي جدا وأن هؤلاء جميعا على دين وعلى ملة وأن هذا أقدس وأنبأ وأنه رسولي وهذا ويرى هذه الطقوس وهذا ما ينخدع به ضعفة العقول نحن المعشر المسلمين يجب علينا محاربة البدع مجرد البدع التي هي معتمدة على شهادة لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله فإذا كان الطقوس بدعية يقوم بها بعض من يتقرب إلى الله يجب علينا محاربتها فكيف؟ بشركية بشركيات لا علاقة لها بالسماء وخاصة إذا استصحبنا بأن مؤسسة الفاتيكان يعني إلى الآن ما تبرأت مما قاله سلف هذا الموجود الآن من الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا هم جميعا يعتقدون أن لا صلة لنا بالسماء اليهود والنصارى اليوم نعم حسب الموقف الرسمي يرون أن الديانات السماوية محصورة اليهودية والنصرانية نعم وأن الإسلام ليس ديانة السماوية وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا ليس نبيا نعم والذي يصدقه منهم أفراد قلائل والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لو آمن به من اليهود عشرة تل آمنوا كلهم سبحان الله نعم